متابعيني جميعاً على قناة InfoTek4U السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مروة سليمان والنهاردة إن شاء الله فيديو جديد ونموذج ذكاء اصطناعي جديد والمراضي نموذج الذكاء الاصطناعي نموذج صيني أيضاً ومن شركة علي بابا شركة علي بابا تابع لها شركة اسمها Queen AI هذه الشركة بتطور نماذج ذكاء اصطناعي وكون مش وليدة النهاردة كوين بقالها فترة والنماذج الذكاء الاصطناعي الموجودة فيها ولكن نموذج النهاردة هذا النموذج الجيد جداً واللي بيقولون هو بينافس هذا النموذج حنقدر نحن نستخدمه من خلال وجهة التطبيقات أو من خلال وجهة الشات فالنهاردة إن شاء الله حنجربه مع بعض بشكل عملي ولكن تعالوا نلقي نظرة على الخاصة بنموذج اللي احنا هنتكلم عنه والنهاردة هو آخر نموذج وهو النموذج زي ما بقولك الغير مفتوح المصدر اللي انت بتدارش انت تنزله لوكالي عندك على الجهاز ولكن يمكن ان تستخدمه بشكل مجاني تماماً زي ما قلتلك من خلال الوجهة اللي احنا هنجربها النهاردة بتاريخ 28 يناير 2025 من خلال البلوج حط لك الرابط في الوصفة السل الفيديو تم تطوير الموديل الجديد من كوين وهو عبارة عن موهي اللي هو ماكتشير اوف اكسبرز وإحنا كلمنا عن ماكتشير اوف اكسبرز من قبل hein إنها هي نوع من أنواع النماذج الذكاء الاصطناعي اللي بتقدر إنها تأسم المهمة المعقدة إلى أجزاء صغيرة بيتم تعامل مع هذه الأجزاء الصغيرة من خلال الأجزاء الفرعية فبالتالي هنا النموذج مش بيستهلك كل الموارد بتاعته وبالتالي التكلفة حتكون أقل ده التقنية اللي بيتبعها Quint 2.5 Max وأيضا بيستخدم Two Methodologists التقنية التعليم المعزز اللي هي Reinforcement Learning وأيضا حاجة اسمها Supervised Fine Tuning وهذه التقنيات بتساعد في الحصول على أداء جيد ونتائج جيدة من خلال الشرط اللي هتشوفوه دلوقتي وهو مقارنة Quint 2.5 Max مع النماذج الأخرى المعروفة والكبيرة هنلاقي إن بيتم مقارنة Quint 2.5 Max مع نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى المغلقة المصدر زي GPT-4O أو Close 3.5 أو Sonnet أو مفتاحة المصدر زي DeepSeq Version 3 أو Lama 3.1-405P والاختبار ده يعني بيتم إزاي أو بيحصل إزاي بناءً على مجموعة من المعايير أول حاجة الـ MMLU Pro ده عبارة عن اختبار كده للمعرفة العامة يعني أسئلة كده مستوى أسئلة التعليم الجامعي وعندك كمان Life Code Pinch بيتم تقييم النموذج في جزء متعلق بالبرمجة وحل المشكلات البرمجية Life Pinch وهو اختبار شامل أكتر لقدرات النموذج بشكل عام فيه عندك أرينا هارد وهو بيحاكي تفضيلات البشر يعني بيقيس مدى دقة وتناصق الإجابات هل الإجابات دي مشابهة لإجابات اللي ممكن البشر يجاوبوا عليها ولا لا فتم تحليل النتائج دي وتوصلوا إن هذا النموذج متفوق في هذه الحاجات دي كلها بقارنة تنبيه النموذج الكبيرة الأخرى إذا ممكن نستخدم لموذج Quint 2.5 Max زي ما قلت لك في البداية هو متاح عبر الQuint Chat ممكن تتفعل معاه مباشرة في المحادثات عايز معلومات تبدور على معلومات أول جزء متعلق بالبرمجة عايزه ينفذك قد معين أو كنت إنت مطور ممكن توصل لوجهة برمجة التطبيقات الـ API الخاصة بQuint 2.5 Max عبر خدمة اسمها علي بابا Cloud Model Studio وكل عليك إن إنت هتنشي حساب على منصة علي بابا Cloud وتفعل خدمة اسمها Model Studio الخاص بالذكاء الإصطناعي وتبتدي تنتقل بقى لي الداشبورد التاعك وتنشئ الـ API هحوط لك إن شاء الله كل الروابط في الوصف أسفل الفيديو أما إزاي النموذج بيتم دمجه كـ API في التطبيقات باستخدام لغة البرمجة اللي هي الـ Python ودي حاجة طبعا أكيد هيفهم أكتب مني بكتير المبرمجين يلا بينا نجرب Quint 2.5 Max ونشوف إمكانياته بشكل عملي يلا بينا تحوش في أي حتة حنرجع لكم مرة تانية وارجعنا لكم على Quint Chat علشان نجرب الإصدار الجديد Quint 2.5 Max الإنترفيس بتاعه سهل في الاستخدام وتقريبا مشابه لشاة GPT زي ما إحنا شايفين تقدر تغير ما بين الإصدارات المختلفة من الـ Dropdown List هنا القائمة المستدلة هتلاقي عندك Quint 2.5 Plus وQuint 2.5 VL لو 72 وحتلاقي كل واحد يقولك استخدامه لإيه فهنا مثلا نسيق Quint 2.5 Plus للـ Complex tasks للتاسكات الصعبة Large Vision Language Model Smart الـ Quint 2.5 وهنا بيقولك إن الموضل ده بيأكسبت الإمج والتكست هنا الـ Quint 2.5 14B بيكون مناسب جداً للسياق الطويل يعني Long Context وبالنسبة لي الـ QVQ ده بيكون أيضاً بيأكسبت الإمج والتكست وبيسيب لي Visual Reasoning والفيشوال أي حاجة مرئية وعندك هنا Quint 32B Preview و72B Preview اللي هو QVQ وعندك الكودينج كل واحد له تاسك معين إحنا بقى هنجرب آخر حاجة خالص اللي هو The Most Powerful Language Model وهو Quint 2.5 Max وهنا هتلاقي الآتي هتلاقي الأرتيفاكت وWeb Search هيقولك Coming Soon والإمج جينريشن والفيديو جينريشن الإمج جينريشن والفيديو جينريشن فيهم حاجة مش بنفذ الأوامر اللي بده له الحاجة اللي أنا جربتها جربت الأرتيفاكت هنجرب مع بعض دلوقتي الأمثلة اللي احنا طبقناها قبل كده على Deep Seek ونشوف النسيجة على Quint 2.5 Max هتكون عاملة إزاي هبتدي بأول إكزامبل معايا النهاردة Tell me three names of countries whose name ends with ND ديني ثلاث أسماء من دول بتنتهي بـ ND ودوس Enter إنديا غلط فنلند مضبوط سويسلند مضبوط يبقى إذن إنديا مش بتنتهي بأنه زي نبتدي نجرب حاجة تانية هنا ممكن ترفع ملف تعالى كده نجرب إن احنا نرفع ملف هنا مش قادي حجم الملف الحد إيه الماكسمن بتاعه لكن الملف اللي رفعته 1.3 ميجا بايت حجمه ما يعتبرش كبير وحقوله Analyze this file وتعالى نشوفه في الاناليزيشن خد وقت شوية ولكن هو عمل Analyzes للPDF Introduction Contribution الPDF بيكلم عن DeepSec R1 كان عبارة عن Paper خاص به وهنا أعطاني تحليل للPaper دي وزي ما احنا شايفين منظم تناول الكي بوينتس الموجودة في الPaper وفي الآخر خالص بيديني الConclusion وهنا بيقول لي References Comprehensive List of Re-Supporting These Methodologies ممكن أطلب منه هنا أقول له Give me the References PDF فهو هنفوضه أنه هو يستخرج الريفرانسيز ويدهي لي هنا هيديني الريفرانسيز موجودة في الأكاديميك بيبر ليبتدي نجربه بقى في الكود ناخد كده إجزامبل تاني هنا هطلب بينه أنه هو يCreate One Page Website for an Online Learning Platform called Infotech for You with the following features وعيدة الفيتشورز دي كل موجودة عندي في الOne Page Website وعطيته لينك لي My YouTube Channel ومنساش نفعل الأرتيفاكت عشان نشوف بريفيو أو تنفيذ للكود وحبتدي أنه أنا دوس Enter عيدة الWeb Page بين HTML و CSS والJavaScript فقط هنا تدى يولد لي الكود بياخد وقت شوية هم حاجة زي ما قلتلك فعل الأرتيفاكت هنا ده البريفيو بتاع الOne Page Website Canva Course IC3 Course AI Tools Usage المفروض أي حد حيدوس على هنا يروح للرابط مثلاً الخاص بالCanva Course أو IC3 الروابط دي سهل أنها تتحط في الكود عادي جداً الفيتشورد كورسز ويدسكور يور لرنينج باث ستارت كوز ساكسس ستوريز وأهم حاجة إنما دوس جيت ستارت دي وديني على القناة المفترض الURL هنا سيرش كورسز تدور وهنا اللون الأبيض ده هنا يكسباند يورون بيس ممكن أقول له change the color for expand to your own base to blue color and make get started here to started lead to my channel on youtube tube هيتدي يجري التغيرات اللي أنا عايزها هو كده انتهى خلاص مفروض ان هو هيديني preview دلوقتي اعتقد الجزء المتعلق بالكود انا شايف ان دي بسك يتفوق عليه 57 جزء اي ودي وجهة نظري ياريت تقولي رأيك في التعليقات حل انت متفق معي ولا لأ هنا اكسباند يور هورايزونز غير لي خالص اللي يعني انا قلت له اكسباند يور اون بيس هو عطاني جملة تانية خالص غيرها لي ماشي اوكي للون الازرق المفروض جيتستارتد لما دوس عليها توديني على الويبسايد بتاعي تمام دي كان التجربة بننسبة لي الكود نشوف تجربة اخرى هروح هدوس على نيو شات هنا هقول له اعمل لي Taking Note App يكون فيه اقدر لنا اضيف فيه Colorful Sticky Note بالاشياء مال والCSS هفعل Artifact و هدوس Enter ونشوف النتيج ونشوف بريبيو في ال Artifacts هنا Enter Your Note هقول Reminder Add Note هعمل تاني هنا Reminder هكتب هنا Wake up at 7 p.m اي حاجة Add Note لون جديد اهو ممكن travel to Cairo on next Wednesday شوف كده يدعم العربية ولا لا رائحة رائحة كتاب مبادئ التسويق بيدعم اللغة العربية لذيذ جدا Colorful Sticky Notes ممتاز بصراحة عجبني تعال نشوف بقى تطبيق تاني السؤال الخاص بالExcel Formula هقول له انت Excel Formula Expert Your task is to provide advanced Excel Formula المفروض انها بتديني Calculations او الديتا Describe the by the user هنا انا طلبة منه ان هو يديني فورميلا معينة والفورميلا دي advanced شوية انا عايزة اشوف تنفيذها هيكون عامل ازاي هنا السرعة بتاعته عالية وحيديني step by step breakdown وحيديني الكريتيريا اللي حفلتها على اساسها الديتا وحيديني الExcel Formula في الاخر زي ما احنا شايفين وحيشرحها وحيبتدي يديني كل sales person الكاتجوري بتاعه ايه اللي بيبيعه السيلز amount اللي حققها ويوم كام زي ما احنا شايفين وبيقولك شوية tips دي استخدام الفورميلا حنشوف حاجة تانية نيوشت حاجة بقى بالعربي المراضي انشاء موجز تصميم شامل لهوية علامة تجارية لأحزائي الرياضية السؤال ده لو تفتكروا استخدمناه مع ديبسيك وابتدي ادوس انتر ونشوف حيديني الاسم المقترح ايكوسترايد الشعار حروم التصميم المقترح الالوان الاساسية والالوان الثانوية والطباعة والخطوط المقترحة والاسلوب المرئي تقريبا زي ديبسيك في هذه الجزئية نفس تقريبا الطريقة اللي ماشي بها ديبسيك العلامة التجارية بس ملاحظة انه بطيء شوية ونشوف حاجة تانية سؤال في الرياضيات الشاب اللي عنده عشرين سنة من المفترض ان هو بياخد ديلي كالسيوم انتيك نسبته حوالي 1000 ميلي جرامز 1 cup of milk بيحتوي على كذا 1 cup of juice بيحتوي على كذا المهم هو عايز يعرف الـ recommended ديلي كالسيوم انتيك for these drinks alone هنا الإجابة هي رقم واحد الإجابة الصحيحة هنا هدوس enter ونشوف الإجابة هنا هبتدي تديني step by step reasoning لاحظ ان ده مش reasoning model من المفترض ان ده model بيشتغل على complex tasks احنا بنجربه هنا final answer هو فعلا الإجابة الأولى هي الإجابة الصحيحة ونشوف حاجة كمان هقوله مثلا السؤال الشهير هقوله السؤال الشهير how many are in the word here هنا بعد ما حلل الموضوع قال لي ان final answer هو 3 زي ما احنا شايفين هو 3 3 or هنا هقوله هنا هقوله create a 3D white circle بتتحرك حركة دائرية in 3D spaces باستخدام HTML والCSS والJava script وهفعل artifact عشان ال preview ونبتدي نشوف النتيجة هو هنا خلاص انتهى وهيبتدي يوريني النتيجة زي ما احنا شايفين circle بتتحرك في سؤال كمان السؤال الشهير ايهما يزن اكثر bound of water ولا two bounds of brikes ولا bound of feathers bound من المية ولا two bounds من التوب ولا a bound of feathers من الريش or three bound of air تعالى نشوف مع بعض الاجابة هي three bounds of air الاجابة الصحيح هنا سببوز you are una game show انت في game show you are given the choice of three doors ودامك ثلاث ابواب ورا كل باب في gold bar والothers في routine food يعني طعام فاسد وyou pick a door انت حتختار باب منهم say number one انت حتقول رقم واحد والhost هيسألك do you want to pick door number two in state تحب تروح لdoor number two بدل الواحد اللي انت اخترته is it your advantages to switch your choice هل هنا انت ممكن تغير رأيك ولا لأ هنا ممكن اقوله في الاول هنا هقوله reply in Arabic هنا هيبتدي يقولك الاجابة هي نعم يفضل تغيير اختيارك هذه المسألة تعرف باسم مسألة عندما تختار لأول مرة يكون لديك فرصة بنسبة واحد الى ثلاثة الاختيار للباب الصحيح الذي يحتوي على الذهب وفرصة اثنين الى ثلاثة لان الذهب خلف احد البابين المتبقين بمجرد المضيف ما يقولك تحب تختار باب تاني بيفتح على طعام الفاسد فانه يعطيك فرصة لاستغلال تلك النسبة اثنين الى ثلاثة لصالحة حقا يجب ان هذه الاجابة اجابة جيدة واجابة منطقية تماما وانا جربتها على اكثر من نموذج منهم ديب سيك ار وان واعتقد فيرجان سري ايضا وكانت هي نفس الاجابة ده بالنسبة لي اخر سؤال معنا النهاردة واخر تطبيق معنا النهاردة اتمنى ان انتم تجربوا النموذج وتشاركوني رأيكم في التعليقات انا فعلا بسفيد جدا من مشاركتكم في التعليقات اشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة انفو تكفوريو زي بقولك تنهاية كل فيديو متنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنتم متابعين الاعزاء متنساش لايك وشير وكمنت ضمتهم فرعية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته